على وقع الدمار والموت تعيش إدلب وحمى أسوأ أيامهما مع البرامل المتفجرة التي ظن الجميع أنها انتهت مع إعلان منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا لكن مع روسيا تخيب كل التوقعات مع تواصل التصعيد تتعدد القراءات لأهداف النظام وموسكو وخصوصا مع استمرار اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا ما يثير تساؤلات عن نية موسكو المخاطرة بهذه المسارات في تلك المنطقة التي شنت هي والنظام عليها منذ الثلاثاء الماضي أكثر من خمسين غارة جوية وألقيتها مائة وخمسين صاروخا وثمانية قنابل فراغية أدت إلى مقتل العشرات وإصابة المئات فضلا عن موجة نزوح غير مسبوقة تنظر بإفراغ هذه البلدات من أهاليها هدف يقول محللون عسكريون سوريون إن روسيا تسعى من خلاله لتقوية نفوذها في منطقة ريف حما بهدف إنشاء قاعدة عسكرية روسية ضخمة بالتوازي مع هذه التحليلات تدل تصريحات رئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوقت غير ملائم لعملية عسكرية واسعة في إدلب على أن موسكو لا تريد التخلي عن تفاهمات أستانا وسوتي لكنها تسعى لتصعيد الضغط إلى أعلى مستوى من أجل الحصول على مكاسب في ملفات أخرى لا تغضب المجتمع الدولي الرافض لأي عمل عسكري قد يؤدي إلى تهجير أربعة ملايين شخص موجودون في إدلب ومحيطها إضافة إلى ذلك لا ترغب روسيا في إثارة غضب الطرف التركي الذي ما زال يعلن رفضه لأي عملية عسكرية واسعة في المنطقة ويؤكد سعيه المتواصل لإقامة منطقة آمنة لم تكتب التفاصيلها بعد بانتظار توافق أمريكي لا يزال يتذذبذب ويعارض أي تقارب تركي مع روسيا وبانتظار هذه التفاهمات تبقى الساحة السورية أسيرة المصالح التي تتلاقى في ملفات وتختلف في أخرى حيث لا صديق ولا عدو بالمطلق كل ذلك على حساب دماء السوريين التي أصبحت مؤشرات إراقاتها لا تحرك الطعاطف الدولي كما كانت تفعل من قبل وهو ما يراهن الذين يقتلون شعوبهم مثل بشار الأسد على إطفائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر